حدثنا حماد بن خالد حدثنا معاوية بن صالح عن يوسف بن سيف عن غضيف بن الحارثي أو الحارثي بن غضيف قال ما نسيت من الأشياء ما نسيت أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه على شماله في الصلاة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية عن يوسف بن سيف عن الحارثي بن غضيف أو غضيف بن الحارثي قال ما نسيت من الأشياء لم أنسى أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه على شماله في الصلاة حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثني المشيخة أنهم حضروا غضيف بن الحارثي الثمالية حين اشتد سوقه فقال هل منكم أحد يقرأ يسقال فقرأها صالح بن شريح السكوني فلما بلغ أربعين منها قبض قال فكان المشيخة يقولون إذا قرئت عند الميت خفف عنه بها قال صفوان وقرأها عيسى بن المعتمري عند ابن معباد حثنا سريج بن النعمان قال حدثنا بقية عن أبي بكري بن عبد الله عن حبيبي بن عبيد الرحبي عن غضيف بن الحارث الثمالي قال بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال يا أبا أسماء إن قد أجمعنا الناس على أمرين قال وما هما قال رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة والقصص بعد الصبح والعصر فقال أما إنهما أمثل بدعتكم عندي ولست موجيبك إلى شيء منهما قال لمقالا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة فتمسك بسنة خير من أحداث بدعة شكرا للمشاهدة